منح غبطة البطريارك في عفلس الثالث وسام فرسان القبر المقدس للسيدة الروسية إلينا مليساكا زائرة الأراضي المقدسة لجهودها الكبيرة منذ عشرين عاماً من أجل إرجاع العتبة المزخرفة فوق القبر المقدس في كريسة القيامة بعد ترميمها حيث أكد غبطته أن اسمها سيظل يذكر إلى الأبد في القداديس الإلهية التي تقام في القبر المقدس القابل الحياة وقد تم تسليم هذه التحفة التاريخية لسيادة المطران إزيدوروس مسؤول الأواني المقدسة في كريسة القيامة لوضعها في مواقعها الخاصة